تعالوا نشوف الرئيس اكد على ايه كمان اكد انه مشروعات وهنا الكلام منطقي هو مشروعات التوسع الزراعي تقوم بانظمة الزراعة والري الحديث طيب طب انا عايز اعمل كده يبقى انا لازم اعمل ايه لازم يكون في عندي كمان المصانع اللي اطلع لي الاسم ده علشان اخد كفايتي وصدر اللي فاضل اشار الرئيس ان الدولة انشأت بالمناسبة عشان وضوع المية 30 محطة رفع مية لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة طبعا حضراتكم اكيد عارفين احنا اتكلمنا عليها قبل كده محطة الحمام واللي هتبقى اكبر من المحطة بتاعة بحر البقر ومحطة بحر البقر اللي هي اكبر محطة معالجة من نوعها على مستوى العالم خمسة وستة من عشر المحطة بتاعة الحمام اظلناها سبعة وستة من عشر مليون متر مكعب طيب خلونا نسمع الرئيس قال ايه ونرجع نكمل الكلام انتو لو شفتوا محطات الرفع اللي بتتعمل احنا بنتكلم في ثلاثين محطة واحد في الشمال خمستاشر وخمستاشر في الجنوب يا دكتور مصطفى وحد يصلاحلي لو انا بقول رقم مش دقيق يعني لكن كل محطة منهم عمل هندسي محترم بهدراته بالترمبات اللي حتتحط فيه بالشغل اللي بيكيب عشان جمع مصرف عكس اتجاه الانحضارة الطبيعي ولم الميا دي كلها اللي كانت بتلقى في الحالة ديت في الماكس مش كده ورح واخدها عمل لها معالجة هي بالمناسبة هي كانت تتعالجت قبل كده وتم تدورها قبل كده حتى لكن احنا قلنا حندورها تاني حندورها تاني ونعالجها معالجة سلسية متطورة تاني عشان نعمل ده كل عمل هندسي واحد في محطة من محطات الرفع ديت بتشيل عشان تنقل مية سبعة ونص مليون متر في اليوم دي محطات عملاقة كبيرة جدا